اشتركوا في القناة جرأت تدعية أزمة كورونا حيث قامت الدكتورة هالا السعيد بعرض الوضع منذ بداية العام الجاري 2020 حتى اندلاع الأزمة وقد أظهرت بيانات شهري يناير وفبراير 2020 نموا ملحوظا في القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري مقارنة بعام 2019 بما يشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي كان يسير وفقا لمستهدفات الدولة إلى أن تباط العديد من الأنشطة إسرى أزمة كورونا أدى إلى ترابع تلك المعدلات ولكن في المقابل ستظل مصر من الدول التي ستحقق معدلات نمو إيجابية بنهاية العام المالي الجاري مقارنة بالدول المتشابهة من الأسواق النامية والاقتصاديات الناشئة على المستويين الإقليمي والدولي وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تدعيات جائحة كورونا لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي خاصة من خلال دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرونا محليا ودوليا كالسياحة والأنشطة الخدمية والصناعات التحولية إلى جانب توفير السلع الاستراتيجية من منتجات غذائية ومستلزمات طبية فضلا عن تكسيف جهود الحكومة في الاستفادة من خبرات مؤسسات التمويل الدولية في تقديم الدعم المالي والفني للاقتصاد المصري بالإضافة إلى استمرار الجهود المبزولة لتعميق المكون المحلي في التصنيع بما يساهم في ترشيد الواردات وكذا في التركيز على تدريب ورفع قدرات الكوادر العاملة بالقطاع الصناعي اشتركوا في القناة